اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف شوية هو مش بعيد قوي عن مواضيع القناة والتوبكس اللي بنتكلم فيها بس هو مش هيكون عن الايفون النهاردة هنتكلم عن اجهزة الكمبيوتر اللي بتقدمها قبل كل الاجهزة اللي بتقدمها قبل الموضوع يبان شوية نوعه معقد عن الايفون لان الايفون الى حد ما الموضوع بيمشي فيه بسيط السيكوانس بتاع اجهزة قبل في الايفون مش ماشي بالترتيب يعني كنا في السكس وبعده السكس اس وبعده السيفن وما بقاش فيه سيفن اس بعدها الايت بعدها دخل على طول على الايكس وماعملش ناين بس انت باي حلم الاحوال لو انت في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي وسألت ايه هو الايفون اللي موجود دلوقتي او ايه هو اخر جهاز من قبل ايفون يعني هتعرف انه الالم وبعده الالفين برو وبعده الالفين برو ماكس المواضع شوية مختلف فيه اجهزة الماك او الاجهزة بتاع الكمبيوترات اللي قبل بتقدمها ففي الفيديو دوات هيبقى شرح لكل الاجهزة بتاعت الكمبيوتر اللي بتقدمها قبل عشان لو نكون يشتري جهاز في المستقبل الفيديو دوت هيكون مفيد جداً لك احنا في الفيديو دوت مش هنتكلم عن تاريخ اجهزة الماك وابتدت امتى ونجيب بقى ستيف جوبس اول ما اعلن عن اول ماك لأ احنا هنتكلم على الاجهزة اللي بتتباع بشكل رسمي من قبل دلوقتي لو انت فتحت الوبسطاية المفروض هتلاقيها وهنشرح كل جهاز هو مخصص لمين بشكل عام هنجاوب على اهم 3 اسئلة بالنسبة لكل جهاز الجهاز دوت مخصص لمين بيقدم لك ايه ممكن تستخدمه في ايه في نقطة مهمة في الاول محتاجة وضحها وهي ان كل اجهزة الكمبيوترات اللي بتقدمها قبل بيكون فيها كلمة ماك كلمة ماك بيجي قبلها كلمة وبيجي بعدها كلمة وعلى اساس الكلمات ديت بتبتدي تحدد الجهاز اللي قبل بتتارجد به فئة معينة واللي احنا هنشرحهم وان باي وان نيجي بقى نتكلم عن اول فئة من الكمبيوترات اللي قبل بتنزلها وزي ما قلنا اللي هنلاقي فيها كلمة ماك اول فئة وهي اللابتوبس اللي موجودة في الويندوز واللي انت بتستخدمها بشكل يومي اللابتوبس ديت في الايكو سيستم بتاع قبل او جوا شركة قبل اسمها ماكبوك الماكبوك ديت اسم في حد ذاته مفيش جهاز بيطلق عليه اسم ماكبوك لوحده كان في جهاز اسمه ماكبوك الجهاز دوت كان الشاشة بتاعته اتناشر انش وبشكل رسمي دلوقتي قبل ما بتبعوش انت ممكن تلاقي الجهاز دوت بقى على امازون او حتى ممكن تلاقيه في ناصر او الامارات او السعودية بس اوفيشالي على الويب سايت بتاعه قبل مش هتلاقي الماكبوك موجود هتبتدي بقى تروح لارخص جهاز لابتوب قبل بتقدمه وهو الماكبوك اير ولو تفتكر كنا احنا اتكلمنا عنه تقريبا من حوالي ثلاثة اسابيع لانه اتعمله كويس جدا جدا مع الايباد برو الماكبوك اير ببساطة هو ارخص جهاز لابتوب هتقدر تشتري من قبل وخلينا بقى نجاوب على اهم ثلاث اسئلة ليهم علاقة بالماكبوك اير اول حاجة الاسعار الماكبوك اير وهو ارخص لابتوب زي ما قلنا من قبل بيبتدي من الف دولار انا عارف ان السعر لحد ما بالنسبة للبات بتاعت الويندوز في لبات ويندوز بتبتدي من ثلاثمائة دولار او ربعمائة دولار بس انت ممكن تقسها زي الايفون زي ما في ايفون بعشرين الف جني وارخص ايفون دلوقتي اللي هو الاليفن بحوالي خمستاشر الف جنيه او قلنا نتكلم بالدولار عشان فيه ناس كتير قوي بتتبعني من بره مصر فبتتكلم في سبعمائة دولار والف دولار وفيه اجهازة اندرويد بتتبع بمتين وتلتمائة دولار فنفس الكنسيبت فيه في المكات يعني او في الماكبوك او في اجهزة قبل عموما يعني قبل معروفة كده ان تسعراتها بتبقى مختلفة تماما عن باقي التسعرات وكمان الفاليو اللي بتقدمها بتبقى مختلفة عن اي جه داني فالمكبوك اير هو ارخص لابتوب من قبل اللابتوب ده بيبتدي من الف دولار او المساحة الداخلية للهارد الداخلي بتاعته بتبتدي من متين ستة وخمسين والمساحة ممكن تحس ان هي قليلة شوية بس انا عايز اقولك ان ده تطور يعني كانت زمان مية تمانية وعشرين وبقى البيز موديل دلوقتي او ارخص نسخة من المكبوك اير بتبتدي من متين ستة وخمسين طبعا المكبوك اير ممكن تفتح الوابسايد كده او لو انت حتى بتشتريها من اي مكان تبتدي بق بقى تعمل وتعدل في كل الهارد وير اللي قدامك تبتدي تعلل البروسيسور وتبتدي تعلل الهارد بتاعك وتبتدي تلعب شوية كده في الاسبكس بتاعت الجهاز بشكل عام قبل بتقدم اتنين مكبوك اير تلاتاشر انش البيز موديل او النسخة الاساسية الرخيصة بتبتدي من الف دولار وبتبتدي بقى كل ما تزود في الاسبكس كل ما السعر معاك يغلى طيب المكبوك اير بقى قبل بالتارجت دي مين بالتارجت دي الاشخاص اللي بيستخدموا اللابات بتاعتهم بره البت ل فترة طويلة جدا وفي نفس الوقت ما بيستخدمهاش في مهام كبيرة يعني بتفتح فيلات ورد بتكتب ممكن تتفرج على ميديا للطلبة بتستخدمه في الجماعات او حتى في المدارس فبشكل عام هو للتسقاط الخفيفة بس اعايز اقول نقطة مهمة كدا ان النسخة اللي فاتت من المكبوك اير في ناس كتير جربت تعمل عليها شغلة قيل زي الفيديو ايداتينج والحقيقة في ناس عرفت تعمل فيديو ايداتينج لفيديوهات فول اتش دي فالمكبوك اير هو مش سيء الغاية يعني ومش مش ممكن تستخدم في حاجات تقيلة لا ممكن تستخدم في حاجات بس مش هديك الاجهزة بتاعت الاجهزة اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده هو بساطة عايز يوزر ما بيستخدمش الجهاز في تسقاط تقيلة بتستخدمها بس في حاجات خفيفة او زي ما قلت اغلب اللي بيستخدمه بيبقى طلبة يا في الجامعة يا حتى في المدارس نيجي بقى اللي تاني اللوع من اللابات عند قبل وهو المكبوك برضو زي ما قلت في كلمة مكبوك المكبوك برو وببساطة المكبوك برو هو المكبوك اير طيب ليه قبل غيارة المسمى هو مش هو هو بالتبكال يعني هو 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 من ناحية الشكل بس والماكبوك برو بينقسم الى نوعين اساسيين وبزد على حجم الشاشة اول حاجة المكبوك برو اللي هو 13 انش هتلاقيه مشابه بشكل كبير جدا المكبوك اير والماكبوك برو ال 16 انش انا عارف ان فيه احجام شاشة تانية مختلفة بس ده هوت الوضع الحالي النسخة ال 15 انش قبل اللي عملت لها نyersى. قبل اللي عملت لها بنسخة ال 16 انش اللي احنا نتكلGM عنها بعد كله نيجي بقى اللي هو ال 13 انش ولليه في اختلاف ما بين ماكبوك اير والماكبوك برو اولا'll macbook في كلمة برو عشان هو للاشخاص البروفيشنالز او المحترفين او ببساطة اللي المكبوك اير مش مناسب ليهم او مناسب ليهم بس هاردوير بتاعته او الامكانيات بتاعت المكبوك اير مش مناسبة لهم عايزين ياءله بالامكانيات ديت عايزين ياخدوا شاشة افضل شاشة البيكسلز بتاعتها اعلى الشربنس بتاعتها افضل الكواليتي بتاع الشاشة اعلى عايزين ياخدوا التوتش بور الجديد بتاع عبل اللي مالوش اي لازمة دوت عايزين ياخدوا هاردووير اعلى كمان في نقطة مهمة بتفرق ما بين الماكبوك اير والماكبوك برو البروستسورز بتاعت انتل بيبقى لها حرف كده مثلا كور اي سري او كور اي فايف او كور اي سيفن او حتى الكور اي ناين بعد كلمة كور اي سيفن ديت او كور اي سري بيبقى في حرف بيدي انديكيتور للقوة بتاعت المعالج ديت ممكن نشرحها بعد كده في فيديو مختلفة الماكبوك اير بيجي من الفئة الواي وفئة الواي ديت هي اقل فئة بروسيسورز من عند قبل فئة ضعيفة جدا وبتستهلك بور قليل جدا عشان كده قبل حطها في الماكبوك اير وزي ما قلت دوت مش معناه ان الجهاز مش يوزابل بالعكس ممكن تطلع منه حاجات حلوة جدا والسعر بالنسبة الابل وبالنسبة الاخر الماكبوك اير ده الحقيقة الجهاز ممتاز جدا وانا برشاحه لو حد ناوي يشتريه اما بقى الماكبوك برو بتبتدي من فئة اليوم واللي برضو فئة اليوم مش فئة قوية جدا عند انتل والناس اللابات ويندوز عارفة الفئة القوية بتبتدي من الاتش اللابات الجيمينج يعني فالمهم خلانا نرجع تاني للنقطة الاساسية الماكبوك برو بيبتدي ببروسيسور اعلى شوية من البروسيسوريات بتاعت الماكبوك اير هتلاقي نفس السيكونس برضو هتلاقي في كور اي سري وكور اي فايف وكور اي سبن وهتوصل بقى لكور اي ناين ببساطة النسخة الماكبوك برو تلتاشر انش بيجي تحتها اربع نسخ بتختار من خلال كل نسخة بتبتدي تعمل كاستوميزيشن على الاسبيكس بتاعتها وفي ظرف شهر او شهرين اللي هو في المؤتمر بتاع قبل الجاي WWDC او قبلها كمان قبل هتعمل رفريش منت للماكبوك برو تلتاشر انش ومش هتشوف كمان النسخة القديمة دي التاني فانت لو ناو تشتري لماكبوك برو تلتاشر انش ما تشتريهش خالص دلوقتي واستنى وتأكد كمان انك عامل سبسكرايب للقناة عشان هنتكلم على التسريبات اللي هتنزل للاجهزة ديت واول ما يتم الإعلان عنها هنتكلم عن الموضوع دوت نيجي بقى الاسعار الماكبوك برو تلتاشر انش بيبتدي من 11300 دولار والنسخة البيز موديل والنسخة دي بتبتدي من هارد 128 جيجا انا عارف ان الحقيقة وصراحة الاختيارات بتاعت التالي هاردات في قبل صعبة جدا يعني ما ينفعش تتقبل جهاز ب1300 دولار تبتتكلم في حوالي 27000 جنيه هنا بيتباع ب27000 او 25000 ويكون الهورد بتاع ١٢٨ جيجا الاعتذار او العزاء بتاع قبل او السبب القصة ديت ان الاس اس دي بتاع قبل هو تقريبا اسرع اس اس دي هتاخده في اي لابتوب فبالتالي بيبقى سعره غالي وبرضو في اوبشن انت ممكن توصل لونطيرة بس كل ما توصل الاستوريتج اعلى كل ما تدفع اكتر فا وبرضو انا ما بتكلمش في البريد دهات على التسعير بتاع اجهزة قبل انا بتكلم على يعني بتكلم على الحقيقة اللي موجود دلوقتي والتسعير دهات ممكن نتكلم عنه في فيديو بعد كده فالبيز موديل او نسخة الاولية الاساسية من الماكبوك برو ١٣٠ انش بتبتدي من ١٠٠٠ دولار وبروسيسور كور اي سري او هارد ١٨٨ جيجا نجي بقى الافضل منتج قبل بتقدمه وهو الماكبوك برو ١٦ انش ودهوت تقريبا اعظم ماكبوك برو او اعظم لابتوب هتاخدوه من قبل وزي ما هو عظيم كده والاسبيكس بتاعتو حلو فهو غالي جدا برضو الجهاز ده بيبتدي من ٢١٤٠ دولار دوت البيز موديل والبيز موديل بتاعه بيبتدي من ١٢٠ جيجا الحقيقة الخمستاشر انش كان سيق جدا برضو بسبب موضوع الكيبورد من فترة حوالي ستة شهور او سبعة شهور قبل اتعاملة للاجهزة ديت لو الجهاز بتاع الماكبوك برو ١٦ انش الكيبورد بقى افضل بتاعتو بقت حاجة عالمية بقت افضل ممكن تاخدها في اي لابتوب الاداء بتاعه كويس لو انت بتستقدمه في تسكات تقيلة وبتعتمد عليه في شغل يعني بشكل اساسي هتلاقي اللابتوب دوت او الماببوك دوت سريع جدا وتقدر تعتمد عليه بس هو لي وعشان كده تظهرت الاجهزة اللي احنا نتكلم عنها في باقي الفيديو فالحقيقة الماببوك برو ١٦ انش ما عنديش فيه اي مشكلة خالص غير السعر السعر بتاعه غالي زي ما قلنا بيبتدي من ١٠٤٠ دولار وفي نسختين اساسياتين والسبكس بتاعته او البروسيسور بتاعه بيوصل لغاية الكور اي ناين وبكده تبقى الفئة بتاعت اللابتوبس اللي موجودة في قبل كلها خلصت تدينيها من اول الماكبوك اللي هو ال ١٢ انش اللي قبل ما بيتش تصنعه لغاية الماكبوك اير اللي بتستهدف به التسكات الخفيفة الناس الطلبة الكلام دوت وبعد كده الماكبوك برو ١٣ انش وبعد كده الماكبوك برو اللي هو ١٦ انش وزي ما قلت انا ما نصحش لانت تشتريت ١٣ انش دلوقتي نيجي بقى للفئة اللي بعد كده واللي هي مشتكون لابتوبس بقى احنا بنتكلم ده كله تحت الكمبيوترات بتاعت قبل احنا دلوقتي هنتكلم على الديسكتوبس او الاجهزة المكتبية اللي قبل بتقدمها وبتبتدي بجهاز صغير كده شبه الرسيفر اللي انت بتتفرج عليه على الدش بتاع التلفزيون دوت اسمه الماك ميني والحقيقة الماك ميني لحد ما بيقدملك فاليو حلوة بالنسبة للأسعار اللي احنا بنقولها ديت سعر الماك ميني البيز موديل ٨٠ دولار ودوت سعر الحد المرخيص بتاخد الماك ميني دوت بقى تعمله سطب عندك او توصله بقى بأي شاشة عندك وبتستخدمه برضو في مهام الى حد ما بتقدر تعتمد عليه في حاجات كتير بس زي ما قلت برضو في ليميتس وعشان كده قبل بتقدملك كل الابشنز ديت البيز موديل زي ما قلنا ٨٠٠ دولار والماك ميني يعتبر من فئة الديسكتوبس نسيب بقى الماك ميني ونروح لأشهر حاجة عند قبل وناس كتير قوي بتلاحظها وممكن الناس كتير قوي ما تكونش تعرف الفلسفة بتاعتها يعني وهي الاي ماك زي ما قلت كلمة ماك لازم تلاقيها الاي ماك دوت ببساطة هو يعني كل حاجة في الشاشة اللي انت شايفها ديت الشاشة اللي انت شايفها ديت في ظهرها في موزر بورت وفي بروسيسور وفي رام وفي هارد وفي كل الاجهزة بتاعت الكمبيوتر عشان كده اسمه او الديسكتوب اللي يعتبر بتقدر تعتمد عليه من قبل والحقيقة اكتر حاجة بتديك قيمة مقابل سعر الاجهزة بتاعت الاي ماك بتاعت قبل الجهاز دوت بينقسم الى نوعين ولأ مش النوع اللي في فالك مش البرو لأ الاي ماك نفسه بينقسم الى نوعين الستاندر او البيز موديل بيتبع بألف ومئة دولار وبييجي بشاشة عادية اما لو انت عايز تاخد شاشة فور كيب تروح للنوع التاني بتاع الاي ماك وببساطة دوت تقدر تستخدمه في البيت في كل التسكات الاساسية وممكن تطلع به شغل كمان والحقيقة هو ممتاز جدا وتقريبا بالنسبة للأسعار بتاعت قبل فبيديك فاليو حلوة جدا نروح بقى للحاجة اللي بعد كده وهو الاي ماك برو لو انت متابع ومركز في الفيديو هتلاقي الماك بوك اير وبعد كده رح جاي قال لك الماك بوك برو فهي الاي ماك زود برو برضو فنفس الكنسبت كده طالما الاير دوت للتسكات الخفيفة وللحاجات العادية وللشغل بتاع الطلبة والكلام دوت الاي ماك برو فهو مخصص للناس البروفيشنالز او المحترفين والناس ديت بتستخدم ايه؟ تستخدم هاردوير اعلى من اللي بيقدمه الاي ماك العادي فبالتالي هتلاقي ريزولوشن شاشة اعلى بدل الفورك اللي انت كنت تتاخده في النسخة الثانية من الاي ماك هتلاقي فيه 5K بتلاقي فيه بقى بروسسورات وورك ستيشنز وورك ستيشنز ديت اللي ممكن في فيديو بحاله نفضل نتكلم عنها بس اللي هي الزينون يعني النس اللي متابعة البروسسورات بتاعت انتل اللي هي الزينون بتقدر تعمل كستمايزيشن لكل سبيكس بتاعت الجهزة بتاعت الاي ماك برو والبيز موديل بيبتدي من 5000 دولار وزي ما قلت هو مش مخصص لكل الناس هو مخصص للناس اللي بتستخدم الجهاز دواب في شغلها وشغلها مش عادي يعني شغلها بيعتمد على شغل 3D او شغل رندرينج شغل فيديو ادتينج تقيل فهو مخصص للقصة ديت واهم ما يميزوا انه الشاشة بتاعت قبل شاشة بتاعت قبل بالالوان الكويسة بتاعتها بكل حاجة وبرضو تحس كده ان انت ممكن تتنقل به كمان يعني تحس ان هو لابتوب كبير شوي فديت كده بالنسبة لنسخ الديسكتوب بتاعت قبل وفيه بقى الحاجة المشهورة جدا واللي نزل عليها ميمز كتير قوي وناس كتير قوي كانت بتتريق على الاسعار بتاعتها والحقيقة برضو مش عايزة استغرب اول اسعار انها اسعارها غالية جدا بس هي مش مخصصة خالص للناس العادية اللي هو الماك برو كلمة ماك جنبها كلمة برو ان سبق كل الكلام دوت وهو الجهاز اللي الناس كانت بتقول عليه المبشرة بتاع قبل والجهاز دوت بينقسم الى نوعين فيه اللي هو الراك وفيه التور اللي هو اللي بيبقى واقف دوت وفيه اللي هو بيبقى نايم والحقيقة الجهاز دوت مش مخصص خالص لا للناس اللي بتشتغل حتى ولا للاشخاص العادية ولا لأي حد هو مخصص للشركات الكبيرة والمكاتب او حتى للاشخاص اللي عندهم استوديوهات في البيت الناس اللي محتاجة طاقة رهيبة جدا ومحتاجة هاردوير رهيب جدا ولو ركزت احنا قلنا اعلى حاجة في البروسيسورز بتاعت قبل او البروسيسورز اللي تسمى ووركستيشنز ودوت اعطوها الوركستيشن متنقل اللي هي الزينون فبالتالي الجهاز دوت تقدر بقى تعمل شفت الكستوميزيشن اللي فات دوت خده بقى لمرحلة البرو تقدر تعلي في البروسيسورز براحتك في الرام براحتك تقدر تركب كزا كارت ديجا تقدر بعد سنتين تلاتة تشيل سبيكس وتحط سبيكس تقدر تعمله كستوميزيشن براحتك عكس وبرضو ما بتعرفش توصل الاس اس دي بتاع قبل فكده نبقى احنا نهينا كل الاجهزة او كل الكمبيوترات كل الاجهزة اللي يطلق عليها كمبيوتر اللي بتقدمها قبل انا متهقل الدنيا بسيطة بس انت ممكن تكون تحقادت بسبب الكلام الكتير اللي بيجي جانب كلمة ماك او قبلها بس متهقل الموضوع بسيط انت عندك لابتوب او او عندك اللي هي الماك برو بس وبكده يكون الفيديو خلص عايز بقى في الكومنتات كل واحد يكتب اكتراحاته وايه رأيكو في الكصص بتاعة الماك اه اللي بتقدمها قبل مش هقول بقى ماببوك لا كل الماكات اللي بتقدمها قبل اكتب رأيك في الكصة ديات ولو عايز تشوف فيديوهات طالما احنا في رمضان كده عايز تشوف سلسلة معينة ممكن نبتدي فيها لان انا فعلا بستفيد جدا من الكومنتات وفي كزا فكرة لفيديوهات قريدي تعملت انا مش فاكر تلوقتي كان من اللي كاتب الكومنتات بس عرفت ده من خلال الكومنتات فالو عايز تشوف فيديو معين اكتبوه في كومنت عندك اي سؤال بالفيديو او لا اكتبوه في كومنت اه كمان ممكن نعمل فيديو عن الهاكنتوش في كده مصطلح مش عارف انت سمعته عنه او ده لا وهو بساطة ان انت تقدر تشغل السوفتوير بتاع عابل على هاردوير مش بتاع عابل واحنا كنا شرحين كتير يعني ايه سوفتوير وهاردوير فممكن نعمل فيديو عنه وممكن كمان نعمل الكلام اللي موجود في الفيديو يعني ممكن نجيب فعلا جهاز مش ريليت تعمل قبل ونشغل عليه السوفتوير بتاع عابل وهو الهاكنتوشة وبس وفي النهاية لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك عايز تشوف فيديوهات اكتر ما تنساش تعمل سبسكرايب وزي ما قلتلك في الكومنتات تتشغل بقى اكتب اي افتراحات عندك وفي الديسكريبشن هتلاقي في تويتر وانستجرام كلمني هناك وانا هرد عليك